سيد جهاد إذن هذا هو المقترح الذي حصلت عليه سكاي نيوز عربية هي مسودة متكاملة لمعبد هذه الحرب ربما ما هو رأيك؟ طبعا دعنا نتحدث في التفاصيل نقطة بنقطة إدارة من السلطة الفلسطينية على قطاع غزة مستقبلا إدارة بوجود قوات شرطية فقط وبالتالي يكون هناك نوع من وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وبالتالي يبدأ الحل من هذا الحجر حجر الزاوية ما هو رأيك في المسودة بشكل كامل كإشارة؟ وأيضا كبداية كوجود السلطة الفلسطينية كبديل أيضا لحماس أو التنظيمات المسلحة الموجودة هناك؟ أعتقد هذه الخطة أو الوصول للقناعة بتنفيذ خيار حل الدولتين وأقام الدولة فلسطينية هذا استنتاج مهم لدى الإدارة الأمريكية من أجل أن يعمل السلام في المنطقة وأن يكون هناك انخراط كامل لعملية سياسية متكاملة سواء على مستوى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو على سواء ما يتعلق بالسلام في المنطقة وانخراط إسرائيل أعتقد هذه القناعة التي توصلت إليها الإدارة الأمريكية وأن كانت متأخرة مهمة أما فيما يتعلق بعودة السلطة الفلسطينية أي يعني العودة لاتفاق أوسلو لأن اتفاق أوسلو يتحدث عن قوة شرطية أو قوة شرطة قوية موجودة في الأراضي المحتلة عام 67 تدير بها السلطة الفلسطينية شؤون الفلسطينيين وأعتقد أن هذا الأمر قد يروق للسلطة الفلسطينية من ناحية المبدئية إلا أنه لدى الفلسطينيين مجموعة من الشروط المتعددة هو عدم تكرار العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يحتاج الفلسطينيون ضمانات وخاصة في هذه الحرب وجدنا أمرا غريبا لدى الحكومة الإسرائيلية ولدى السياسين الإسرائيليين لا أعمم على الشعب اليهودي أو الإسرائيلي هو النزع نحو الفاشية ومما التصريحات للتعلق بالإبادة الجماعية والقتل للفلسطينيين وحرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء وغيرها من القضايا تحتاج إلى نزع الفاشية من إسرائيل أيضا بالتالي المسألة لا تتعلق فقط بحلا سياسيا يقوم على خيار حل الدولتين بل أيضا إلى ثقافة جديدة في إسرائيل ثقافة السلام مبنية على السلام وهذا يحتاج إلى عمل وجه الدولي واسع من أجل تحقيق ذلك سواء في المناهج التعليمية الإسرائيلية أو في برامج الأحزاب السياسية وفي أنظمتها الأساسية عندما نقرأ الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية الإسرائيلية نرى ما هو أخطر بكثير مما هو دادة الأحزاب السياسية الفلسطينية وخاصة حركة حماس سيد مير كوهين إذن الجانب الأمريكي يسعى إلى إعادة السلطة الفلسطينية في خطاع غزة وجود قوات شرطية وهذا ربما تكون البداية مع ملامح خطط كثيرة لكن يقال بأن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض كل هذا لديه كثير محاذير ربما يكون هو العائق الأكبر أمام هذه الخطة ما هو رأيك إلى أي مدى يعني من نسبة للجانب الإسرائيلي هي مقبولة إلى أي مدى نتنياهو أيضا قد يعتبر عائقا في تطبيقها بداية تحية لك ولضيفك الواضح هو أن نتنياهو هو العائق الوحيد لمثل هذه الخطة صحيح أن الخطة تتحدث عن أشياء كثيرة وربما قد تكون في هذه المرحلة غير واقعية وخاصة فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية لكن طبعا هذا هو الإطار وهذا ما حدده وزير الخارجية بلينكين عندما تحدث نتنياهو عندما قال له إذا أردت أن تقضي على رؤية فعليك أن تقدم الرؤية البديلة من أجل هذا أو تصور بديل نتنياهو ليس لديه تصور اليوم الذي يلي وهذا أمر مخلق ليس فقط على المستوى السياسي وإنما أيضا على المستوى العسكري ورئيس الأركان حذر من مغبة عدم وجود رؤية لليوم الذي يلي وخاصة المستوى السياسي لأن ذلك سيؤدي إلى ضعضعة الإنجازات التي حققها الجيش في هذه الحرب طبعا هناك رؤية أخرى لنتنياهو رؤية نتنياهو هي عدم أولا سياسية هو رفض لهذا الموضوع لأن الأمر يتعلق بحكومته هذا أولا ثانيا هو يريد أن يخوض الانتخابات القادمة تحت الشعار بأن نتنياهو هو الوحيد القادر على منع إقامة دولة فلسطينية ولذلك بلينكين بيتجي إلى أطراف أخرى داخل الحكومة الإسرائيلية عندما جاء إلى القدس هذه المرة والتقى مع لبيد وبني جانس وسمع منهم طبعا أراء والإدارة الأمريكية ليس فقط بتحدد المرحلة التي تلي قطاع غزة للحرب في قطاع غزة الحرب التي تلي بن يمين نتنياهو طيب سيد جهد حرب من المقترحات أيضا هي موضوع إعادة إعمار قطاع غزة من دول عربية منها طبعا المملكة العربية السعودية دولة المارات ودول عديدة أخرى لكن هذا يشترط فيه من قبل هذه الدول إيجاد حل الدولتين ومسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية وهذا ما يقال أيضا أن رئيس الوزراء نتنياهو يتعارض معه دعني أسألك على الجانب الفلسطيني هل لديه قبول بهذا؟ هل لديه أي مشكلة مع هذا الطرح؟ مع عادة الأعمار بكل تأكيد قطاع غزة بحاجة اليوم إلى الحياة أو إعادة الحياة وعادة الإعمار هي جزء من إعادة الحياة للمواطنين الفلسطينيين بعد التدمير الهائل الذي جرى في قطاع غزة وأعتقد أن الشرط الأساسي الذي وضعته الدول العربية فيما يتعلق بتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية هو لإنهاء الصراع حتى لا تتجدد موجات الصراع من جديد ويتم تدمير ما يتم إعادة إعماره في عام 2012 تم إعادة الإعماره في عام 2014 وجرى في عام 2021 هل الدول العربية ستبقى هي ممولة لإعادة إعماره يتم تدميره من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ العرب أو الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات يريدون أن يروا الأموال التي يتم دفعها لإعادة الإعمار وإعادة الحياة في قطاع غزة يستفيد منها الفلسطينيون وأيضا يعم السلام في المنطقة دون أن يكون هناك حل سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل لن يكون هناك استقرار وبالتالي أي أموال ستدفع لإعادة الإعمار محكومة عليها منذ البداية بأنه ستذهب هدرا ستم تدمير ما تم إعماره في أي معركة أو أي صراع جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين لذلك الحل الأمثل وهو خيار حل الدولتين من أجل أن يكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ومن أجل أن يكون هناك سلام يعم المنطقة وانخراط واسع في الازدهار والتنمية للمنطقة بأسرها بما فيها إسرائيل طبعا سيد جهاد ربما هذا يعني قناعة كثير من الموجودين في السلطة أو كثير من يحملون هذا الفكر لكن ربما لحماس أو بعض المنظمات المسلحة هي ترفض هذه المسألة ما الذي ممكن أن يفعله يعني بعيدا عن إسرائيل هنا ما الذي ممكن أن تفعله السلطة أو فتح أو أي جهة فلسطينية أخرى في إقناع هؤلاء بمسار الدولة والقبول بمسار الدولتين يعني حل الدولتين أولا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يعني انعدام مشروعية المقاومة المسلحة وبالتالي سيكون هناك نقاشا داخليا فلسطينيا حول العلاقة وطبيعة العلاقة مع إسرائيل في حال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقام الدولة الفلسطينية وثانيا أن الأطراف الفلسطينية ستذهب لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية أو برنامجا متفق عليه من كافة الفصائل الفلسطينية ويأخذ بعين الاعتبار قرارات الشرعية الدولية والالتزامات التزامات الدولة دولة فلسطين أمام المجتمع الدولي وكذلك مع الدول العربية وعندما تكون هناك حاضنة عربية تؤدي إلى تعزيز الحوار الداخل الفلسطيني وعدم تشردم الفلسطينيين وفقا لمحاور مختلفة في المنطقة أعتقد أن هذا الأمر سيسير بشكل إيجابي بظل ظروف أكثر مهيئة لحوار وطني عندما يكون هناك أفق سياسي تم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني يكون هناك إمكانية لحوار الداخل الفلسطيني بالإضافة إلى دعم عربي للحوار لوجود كل الأطراف الفلسطينية داخل بوطقة واحدة وهي منظمة التحرير الفلسطيني طيب سيد مير كويهين دعني أعيد عليك نفس السؤال إذن دول العربية ستعيد إعمار قطاع غزة لكن بالاشتراط بحل إقامة الدولتين أو على الأقل إنشاء المسار بشكل واضح لإقامة الدولة الفلسطينية بحدودها المعترف فيها دوليا وما شابه هل الإسرائيل مستعدة لفعل ذلك؟ لأن خلال السنوات الماضية رأينا تغير كبير في هذه المسألة سيد نتنياهو كان شبه رافض في الخوض فيها ورأينا مزيد من المستوطنات هل هذه الفكرة مقبولة؟ أولا بالنسبة لإقامة الدولة الفلسطينية هذا أمر طبعا صعب جدا في ظل الظروف الحالية والإدارة الأمريكية تعيذ ذلك تماما أولا حدث شرح في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر وحضرتك سألت سؤال مهم جدا بالنسبة لقبول حماس أو الأطراف الفلسطينية الأخرى فيما يتعلق بحل الدولتين رفض نتنياهو طبعا واضح لكن الرفض الفلسطيني هو أكثر وضوحا لأن لا يوجد هناك طرف فلسطيني وخاصة أن ما بين 70 و 80% من الرأي العام في الضفة الغربية يؤيدون حماس فكيف أنت ستتقدم نحو حل الدولتين؟ هذا أولا النقطة الثانية لا يمكن الوصول إلى أي نوع من الإنجاز في حالة عدم وجود قناعة واضحة لدى الجانب الفلسطيني بقبول إسرائيل وعدم القضاء عليها هذا أولا ثانيا عدم التمسك فيما يتعلق بالسوابة الفلسطينية يقول لك لا نحن نخش المفاوضات وفقا للسوابة الفلسطينية يعني معناها عودة اللاجئين والقدس وكذا 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 يعني هذه الأمور بتضع نوع من الحاجز أمام الوصول إلى أي تسويق لكن هذه سيد مير حتى تشريعات دولية وصلت لها إلى الأمم المتحدة عودة الحدود إلى 67 القدس الشرقية وما شابه لماذا نفيها؟ يعني لماذا لا توجد خطة حقيقية تتبع هنا ويتم احترامها من قبل الطرفين وبالتالي يعني عودة وجود سلام بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني والله نحن نتمنى ذلك يعني الغالبين العظمى للشعب الإسرائيلي تتمنى العيش بسلام مع الجانب الفلسطيني ولكن يعني ما شاهدنا بأنه لا توجد هناك رغبة حتى لو كانت هناك نية فعلا تحقيق السلام ولكن في مرحلة معينة يقول لك داي في مرحلة أولى وبعد ذلك سنقضي على اليهود وعدم وجود قناعة بقبول إسرائيل لكن الإسرائيليون هنا السؤال لم يجربوا إعطاء الدولة هنا يعني لو أعطيت الدولة بحدودها وبشروطها ألا تعتقد سيكون هناك حل؟ طبعا الشروط التي قررتها الأمم المتحدة في قرار 242 هناك تفسيرات لا يمكن إسرائيل القبول بـ 242 يعني وفقا لحدود 67 في الضفة الغربية وسبقا أعلن عن ذلك أبا إبن وزير خارجية الأس وقال ده ما قال أنها 67 بالنسبة لإسرائيل هي يعني خط بيتعلق بالهولوكوست فهذه الأمور يجب أن تأخذ أيضا في الحزبان فيما يتعلق بأمن إسرائيل طبعا الجانب الفلسطيني يريد السيطرة والقضاء على إسرائيل وهذه رغبة واضحة هل يوجد فلسطيني يقبل بوجود إسرائيل؟ أنا أريد أن أعرف هم لا يقبلون بوجود إسرائيل ويتحدثون من البحر إلى النهر وفي المظاهرات من نشاهدها سيد جهاد حرب هي طبعا المسألة الفلسطينية الإسرائيلية يعني معقدة بشكل كبير لكن سيد جهاد حرب سأسألك عن يعني أحد مضامين هذه الخطة أيضا وجود قوات دولية وعربية ما بين قطاع غزة والجانب المصري وقطاع غزة والجانب الإسرائيلي هكذا تطرح الولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد هذا حل؟ هل هذا حل؟ قبل أن تجيبني عن هذا السؤال أريد أن أسألك هنا هل تقبل أنت كفلسطيني وجود دولة إسرائيلية بجانب دولة فلسطينية بسلام؟ صح هذا هو السؤال صح هذا ما قلته قبل قليل نعم هذا ما قلته قبل قليل نحن نريد العيش بسلام وإهام في هذه المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لإرادة الشعوب بأن تكون مستقلة ولديها استقلال تام ولا يكون هناك فرض وهيمنة لأي طرف من الأطراف ومنظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بحق إسرائيل بالوجود حتى وليست اعترفت بإسرائيل في عام 1993 ما أريد أن أقوله أن الفلسطينيين يقبلون بخير حل الدولتين حتى حركة حماس في وطيقتها عام 2017 لكن الذي أعرب بممارسة منع وجود حل الدولتين أو خيار الدولتين هو نتنياهو عبر تصريحاته في هذه الفترة لكن أجبني عن سؤالي هنا سيد جهاد لمر قدرة الوصول إلى خيار حل الدولتين نعم عن القوات القوات العربية والدولية هل أقبل بدولتين لا أنا سؤالي هنا حول القوات العربية والدولية سأذهب إلى ذلك لكن كنت أريد أن أقول استثمارا للوقت لم يعد لديه في المفاوضات التي جرت مع أولمرت نعم في المفاوضات التي جرت مع أولمرت في السنوات الماضية تم التوصل إلى وجود قوات وحتى الرئيس أبو مازن تحدث عن قوات أمريكية وجودها على حدود إذا كانت هناك تخوفات إسرائيلية فيما يتعلق بالحدود لكن ضمن ترتيبات واضحة تحافظ على سيادة دولة فلسطين وعلى استقلالها ودون أن يكون هناك تدخل أو تواجد إسرائيلي معنوي أو مادي في الأراضي دولة فلسطين وهذا ما أوقفه الرئيس أبو مازن عندما كانت هناك مفاوضات مع أولمرت وحاول نتنياهو السيطرة أو الوجود في عام 2014 وجود قوات إسرائيلية في أراضي دولة فلسطين وهذا ما يرفضه الفلسطينيون لا يمكن لوجود أي إسرائيلي بالمعنى المادي لجنود الاحتلال الإسرائيلي أي الهيمنة الإسرائيلية في دولة فلسطين أو على دولة فلسطين عندما تكون الدولتين مستقلتين وفقا لقواعد القانون الدولي سيكون هناك تعاون وازدهار بين الطرفين من رام الله الكاتب والبحث السياسي سيد جهاد حرب ومن القدس الدبلوماسي السابق سيد مئير كوهين شكرا جزيلا لكم